سمعتنا بقى ماتش مهم يوم السبت حابين بقى تستعرض لنا تاريخ مواجهات الاهلي والمصري في الدولة يعني طبعا هي مباراة قوية جدا و بتيجي برضو في ظروف صعبة بعد 48 ساعة تقريبا من مباراة قوية كانت مع النادي المصري يمكن الأرقام اللي جاهزينها لحضراتكم 121 مباراة ما بين الناديين في تاريخ الناديين مع بعض فوز النادي الاهلي 68 مباراة وكسب الاتحاد المصري ناسف 19 مباراة والتعادل جاهز في 34 لقاء أحرز الاهلي 174 هدف في المصري واستقبلت شباكه 91 هدف آخر مباراة حقا الاهلي فيها الفوز كانت بنتيجة 4-2 كانت مباراة مهمة جدا وكان فيها ندية كبيرة جدا ولكن قدر النادي الاهلي يحسمها ب4-2 كانت كابتن علي ماهر هو مدرب فريق المصري مباراة الاهلي والمصري دائما يعني ما تحمل ندية كبيرة جدا وده يمكن جاية في توقيت صعب عندنا في 7 أيام بالضبط 3 مباراة اتنين في الدوري واحدة في دور الأبطال يمكن خلاص تحدد دور الأبطال السبت ان شاء الله يوم 16 والمباراة العودة يكون يوم الجمعة يوم 22 الساعة 9 بتوقيت مصر المباراة الأولى والساعة 11 بتوقيت مصر برضو المباراة التانية ان شاء الله وبإذن الله ندل الاهلي يقدر يعبر من فريق الرجاء ولكن عندنا يعني أنا بشوف ان شهر إبريل شهر هيكون ان شاء الله حاسم بشكل كبير جدا فإن النادي الاهلي يضع يده اليومنا على درع الدوري ويعيده لمكانه مرة أخرى لأن جمهير النادي الاهلي بتحبش الدرع يخرج بره الجزيرة أكثر من سنة كابتن صحيح وان شاء الله الفرقة بالسكوادي الموجود بجاز الفني قادرين على سعادة اللقب ترجمة نانسي قنقر